تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك لأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية أقيمت منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة البحرين للصقور والصير في نسختها الثالثة إذ شهدت إقامة منافسات كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر آل خليفة للمتسابقين المحليين وذلك منطقة الصبخة المحاذية لقرية العالمية للقدرة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن استمرار إقامة المسابقة يأتي تجسيدا لتوجه القيادة الرشيدة في المحافظة على الرياضات التراثية وأحياء تقاليد الآباء والأجداد بما يسهم في ترسيخها في وجدان الأجيال ويصب في مجالها رعايتها وتطويرها مشيدا سمو على أهمية دعم الرياضات التراثية العريقة من خلال تنظيم مسابقات متنوعة سنويا وقال سمو إن تنظيم مثل هذه المسابقات والبطولات التراثية يتيح الفرصة أمام المهتمين في هذه الرياضات تطوير مستوياتهم عبر الممارسة والاحتكاك مع نخبة من المشاركين كما تساعد على إظهار وسقل المواهب الناشئة والصغار بما يحقق الأهداف المنشورة من تنظيم المسابقة مشيدا سمو بمستوى المنافسة في الأسبوع الأول من المسابقة والذي عكس مدى تطور مستوى المشاركين في هذه النسخة وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن أطلاق كأس بأسماء الأنجال حمد ومحمد بن ناصر يأتي حرصا على إشراك النشو البراعم في فعليات المسابقات التراثية بما يتيح لهم فرصة التفاعل مع الماضي ويسهم في زرع مثل هذه الموروثات في نفوسهم الأمر الذي يعازز معاني انتمائهم الوطني كما أن لمثل هذه الرياضات فوائد كبيرة في بناء شخصية الصغار عبر غرس معاني شجاعة والإقدام والعزيمة وعدم اليأس من تحقيق الهدف في نفوسهم شكرا